قبل ما نوصل للمغرب ومناسبة الكلام عن رونالدو فكرة أن ترى الدون قاعد على كرسي البودلاء ماتشين مهمين جدا في نصف وربع النهائي دي كانت بالنسبة لك بتمثلك هي كانت مفاجأة ولكن كان قبلها كان مدرب البرتغال كان صرح وقال أنه في احتمالية أن رونالدو يبقى على دكة البودلاء وأنه هيبقى احتياطي في المباراة المقبلة كمان كان من سوق حظ رونالدو أن البديل اللي نزل رامو سجل هاتريك بزبط فكان يعني تفهميش بقى هو وقتها كان يبقى فرحار ولا مندايق ولا وضعه أكيد كان هيبقى فرحان يعني أكيد كان هيبقى فرحان لمنتخب ببلاده بس أكيد طبعا كان نفسه كأي لعب كرة قدام إنه كان يبقى متواجد أو إنه كان يبقى موجود يعني اللعب ده بصفة خاصة هو اللي سجل هاتريك بالزبط يعني برضو تفهم برضو فيش ساحة للحاجات هل كمان بالمناسبة هل فكرة إحتمالية أن ده يكون كاس العالم الأخير لمسي ورونالدو قدت للنوسخة دي برضو خصوصية شديدة دي حقيقة وأنا كنت أتمنى أن ده كان يحصل من مسي بعد رفع المنديال هو كمان قال إنه هو ده هيبقى آخر كاس عالم لي بس مش آخر مباراة لي لسه مع الأرجنتين يعني أنا كنت من الناس المتوقع وكنت أتمنىها بصراحة أنه يختم بشواره الدولي برفع كاس عالم مفيش لحظة أحلى من كده أنه يختم بيها المسيرة الدولية بتاعته كان نفس الكلام لرونالدو وبرضو نفس الكلام على رونالدو وخصوصا أن إحنا سمعنا شوية راح نادي النصر السعودي لقى ده راح الدور الأمريكي لقى الاتنين دون مش حقيقي يعني لحد دلوقتي بالنسبة لرونالدو لحد دلوقتي طبعا يونيتد فسخ عقده مع كريستيانو في شهر نوفمبر بعد طبعا التصريحات اللي هو طلع اتكلم فيها تصريحات بتخبيطات يعني كتصريحات نارية جدا وكانت مثيرة جدا طبعا وهو اتهم فيها الإدارة بالخيانة وأنه كان فيه حاجات كتير أو كان فيه وعود كتير وما تنفزتش وبالتالي ده طبعا كمان غير أنه يعني أنا شفاء إساءة بصراحة يعني لمدربه لما قال هو بيحترمنيش فأنا كمان مش بحترمه هي الفكرة أنه رونالدو وميسي وكل لعيبة كرة القدم الأساطير يعني هما قدوة للعيبة أصغر فهو بيشوف تصرفاته دي وهو بيتشبع منها أو بيقلدها يعني مش هنقدر أنه احنا طبعا نحكم عليه أنه هو في الأول في الآخر هو بني آدم يعني قد يكون فقد عصابه قد يكون فعلا فيه أمور كتير ما كانتش واضحة قدامه أو هو ادحك عليه بني وبني كمانه مش مجرد بني آدم كمان ده بني آدم استثنائي صاحب رحلة استثنائية وتاريخ استثنائي أكيد لمسارته دي انعكاس ما على حالته النفسية وثقة بالنفسه اللي ممكن تكون تهزت كتير في الفترة الأخيرة الامج اللي هو بقاله سنين طويلة بيبنيك عايش جواها فبرضه تهزت هي كمان بطبيعة الحال فمش عارف الواحد يستغلطه في اللي قاله ولا ما يستغلطه لو كان الواحد مكانه كان يحبى وضعه وعمل ازاي بالضبط وانا بتكلم في انه لما قلت مصطلح بني آدم يا كريم كان فكرة انه بني آدم عادي ليه مشاعر ليه وجهات نظر طبيعي بالضبط كده طبيعي هيتدايق طبيعي هيتعصب طبيعي هيزعل طبيعي هيفرح بغض النظر طبعا عن مكانته الكروية الأسطورية بس فبالنسبة لرونالدو هي كانت الأمور بالنسبة له انتهت خلاص مع منشستر يونايتد وبالتالي هو طلع فسخ العقد أو أعلى فسخ العقد بشكل رسمي أعتقد كانت فرصة يعني أو رونالدو كان مستني فرصة ظهوره في كاس العالم بحيث ان ده يدي له أفضلية مثلا عند بعض الأندية لكن الأسف طبعا زي ما قلنا الأمور ما خدمتوش يعني أو مسيرة البرتغال ما خدمتوش وبالتالي بقى فيه كلام بقى دلوقتي زي ما انت قلت مثلا في النصر السعودي فيه ناس قالت انه هيرجع على ريال مدريد لمجرد انه نزل مقار التدريبات بس بيتمارن هناك ففيه كلام كتير لكن لحد دلوقتي ما فيش أي حاجة رسمية ما فيش أي أمور واضحة بل بالعكس شقيقة رونالدو على انستجرام طلعت وأخدت خبر انتقال رونالدو إلى النصر السعودي بالضبط وقالت ان دي نكتة العالم فأعتقد كده هي أنهت الجدل بالنسبة لانتقاله للنصر السعودي فأعتقد شهر الانتقالات اللي هو هيبدأ ان شاء الله من أول يناير أعتقد هيبقى فيه كلام كتير على مصير رونالدو اشتركوا في القناة